كم يعجبني قول بلدينا أبي عباس المقاري رحمه الله تعالى صاحب النفح يقول يقول بلادي التي أهلي بها وأحبتي وقلبي وروحي والمنا والخواطر تذكرني أنجادها ووهادها عهودا مضت لي وهي خضر نواضر إذ العيش صاف والزمان مساعد فلا العيش مملول ولا الدهر جائر بحيث ليالينا كغض زماننا وأيامنا سلك ونحن جواهر أبيت بكينا ولا شيخ أبت أنت ذكرتنا برجل كتب موسع رائع جدا وينتمي إلى سلالة طيبة وخاصة جده حمد المقري صاحب القواعد الذي يعتبر أحسن ما كتب في القواعد إلى غاية عصر الشاطبي والأمانة والتاريخ أنت تعرف أنه كتب نفح الطيم من غسل الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان دير من الخطيب وهو بعيد عن الأوطان ولا يملك مكتبته ولأكثر من ذلك وأحلى أنه كتب بكائية في تاريخ سقوط الأندلس وعنده نصص راقية راقية جدا أنا لا تتصور كم صاحبني هذا الكتاب ديرت أربعين عام نفح الطيب نفح الطيب للمقري ولذلك نفح الطيب أو هو في الحقيقة يعني الكتاب عبر عن تجميع لمكتبة متنقلة من خلال حافظته ترجمة نانسي قنقر